بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هناخد الجزء الثالث في شابتر 3 اللي هو الاسوليتد فوتينج ونتكلم النهاردة عن الصائل ريبلاسمينت أو تربة الإحلال إمتى بفكر أعمل تربة إحلال أهداف تربة الإحلال مختلفة مش زي ما بعض المهندسين بيتخيلوا إن هي في حالة لما تربة بضعيفة وعايزة قويها فبعمل تربة إحلال لا أنا ممكن أول سبب إن أنا أستخدم فيه تربة إحلال يعني أنا حفرت عمك كبير قوي فعشان أعمل الأساس بتاعي هنا مشكلة فعايزة أرفعه فلو عايزة أرفعه فده ممكن أستخدم تربة إحلال وبعد هنا أبتدي أحط الأساس بتاعي يبقى وده طبعا منطقي لما لاقي هنا الطربة بتاعتي ضعيفة قوي فأنا ممكن أزود البيرين كباستي بتاعتها أن أنا أحط طربة إحلال too far from the affecting area of ground water or the protection its effect on mean foundation يعني إيه الكلام دوات اتفقنا في الpart السابق إن تأثير المياه الجوفية تأثير ماله مدمر على الأساس فأنا ممكن أكون عايز أبعد عن تزبزب منطقة تزبزب ground water table فمش عايزة أحط الأساس بتاعي هنا فأنا بحطه مثلا عايزة أحطه عمق أو عايزة أحطه فوق فأنا هعمل إيه؟ هعمل طربة إحلال هنا هو وأبتدي أحط الأساس بتاعي يبقى طربة الإحلال إيه اللي حصل؟ بعت بيها عن تأثير إيه؟ الground water table their placement layers are usually عموما بقى بنستخدمها implemented with soil stronger than original soil يعني أنا عندي تربة ضعيفة مروحش بقى أحطه تربة إحلال أضعف منها ده شيء مش منطقي لا نعمل تربة أقوى منها or at least equal على الأقل تبقى أدها يعني to them and are implemented on layers طبعا عشان أطبق تربة الإحلال ما جيش أروح إيه؟ أنا عايز أرفع مثلا المنسوب لحد هنا أروحات تربة الإحلال هنا وأدمكها ده غلط ده كلام مش مزبوط وما لا أعمل إيه؟ لأ ده أنا لازم أخدها على إيه؟ أخدها على طبقات طبقة كل طبقة ما بين 25 حد 30 إيه؟ سنتي يبقى بنقول إنه لازم تبقى على layer does not exceed the thickness of the layer عن 30 سنتي ما تزدش عن 30 سنتي and spray water to reach your maximum compaction with this effort يعني أن أنا لازم أبتدي أدمكها كويس جدا وأعمل عليها اختبارات الدمك إن أنا أحصل على طربة ذات maximum dry density مع الأبتما موت شر إيه؟ content زي ما تعلمت في السويل طيب إيه هي أنواع طربة الإحلال اللي مستخدمة في السوق؟ أول حاجة عندنا في sand replacement يعني طربة إحلال بالرمل إمتا نستخدمها؟ sand is used to raise the level or reduce the stresses on the soil because of the relative cheap price of sand عايزة رفع المنسوب فممكن نحط طربة مين الرمل بالإحلال بالرمل يعني عشان دي رخيصة تعتبر أرخص أنواع طرب الإحلال ممكن نستخدم coarse sand is used as a replacement layer in the case of swelling soil acting as a flexible layer to absorb the swelling from the original soil طيب لو إحنا عندنا طربة انتفاشية اسمها swelling soil ما تاخد ماير تنتفش فأنا عايزة أعمل لها مخدة بحيث ما ييجي الانتفاش دوت وتبتدي تزيد عم أو يزيد حجم الصويل إيه اللي يحصل مايروحش لي الأساس مباشرة وينهار الأساس لا فالمخدة دي ممكن نعملها عن طريق مين لننا نستخدم coarse mean sand layer كreplacement sand and gravel ودي من أشهر أنواع الصويل replacement ماشي it is used to raise the level of foundations ماشي نرفع المستوى أو increase the capacity of soil أي دي أهم حاجة إنا بتزود قدرة تحمل الطربة مش الطربة نفسها هي نفسها بتزيد فممكن الأساسية levels of foundation with mixture طبعا بحطها بخلط of sand gravel ممكن أحط النسبة دي إما 2 to 1 يعني 2 إلى 1 أو 1 ل 1 ده النوع التالت طب النوع الرابع نحن نستخدم well-graded gravel replacement يعني نستخدم زلط وجيد التضرب طيب بنستخدمه إمتى دوت بقى it is used as a filter or drainage system يعني أنا بستخدمه ك filter أو نظام صرف for ground water away from the concrete foundations where the ground water is moving horizontally to receive the mean the drainage system and usually the sickness بتبقى سمكة كفية و 15 cm of gravel sufficient لهذا السبب يعني أنا عندي أرض هنا هوت وفيه منسوب مية هنا هوت فأنا بعمل إيه؟ بحبت هنا تربة مين زلط الزلط دوت بيبتدي المية تمشي فيه فممكن أجمحها في الآخر وأسحبها وده يعتبر نظام صرف ليه المية طيب ناخد سمكة ده سمكة 15 cm كفية بعض الحالات بنستخدم weak concrete يعني لما يبقى في مشكلة عندي أن الدسجارج بتاع ground water أنا حفرت هنا والمية عملة جيلي عملة جيلي عالية شوية ماشي وأنا عملة أسحبها ومش قادر أسحبها كلما أسحب المية تيجي كلما أسحب تسجيلي مية تاني فما بقاش فيه effective إن أنا أسحب المية بالشكل دوت فبنعمل إيه بنوح رمين هنا هو خرصانة خفيفة فالخرصانة دي تبتديت إيه تمص المية اللي جيالي من هنا فأنا قدر أسحب المية وما بقاش فيه مشاكل طبعا عندنا بقى آخر حاجة اللي هي is a layer of a clean lines ودي it is used when a soft soil ها softening or formation of sandy soil piping and use a layer of sickness من 15-20 سنتي of sand and gravel and sand for the mean implementation of foundation above عشان أبتدي أعمل فيها إيه دي بيسموها إيه فرشة نظافة clean line طبقة فرشة نظافة بتبقى غالبا من مين من ممكن الرمل أو الزلط أو الرمل الصافي بتاعنا ماشي شكرا